الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق وخاتم الرسل سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله أما بعد فبإذن الله في هذا الدرس نتكلم عن آداب التفاؤب اعلن بارك الله فيك أن التفاؤب ينشأ عن كثرة الأكل وتخليطه ويسبب الكسل وثقل البدن ويجلب النوم لذا أمرنا بكظمه ورده قدر المستطاع وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتفاؤب أبدا قال يزيد بن الأصم ما تثاؤب النبي صلى الله عليه وسلم قط وقال مسلمة بن عبد الملك بن مروان ما تثاؤب نبي قط نبي بالتنكير يعني ولا سيدنا النبي ولا غيره من الأنبياء فهذا يدلك على أن هذا التفاؤب شيء غير طيب ولذا فالأنبياء كانوا لا يتثاؤبون فيما روي عنهم آداب التثاؤب الأداب الأول كظم التثاؤب ورده قدر المستطاع يعني إذا أحسست أن العطاس يريد أن يخرج ساعده ليخرج لأن هذا العطاس نافع يطرد الأذى والضرر عن الجسد بخلاف التثاؤب إذا شعرت أنه سيخرج التثاؤب تكظمه وترده وتمنعه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع وقال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فالعطاس من الرحمن أما التثاؤب فمن الشيطان الآداب الثاني وضع اليد على الفم إذا ملكه التثاؤب يعني أنت إذا شعرت بالتثاؤب أكظمه وأكتمه طيب خلاص خرج التثاؤب ض่ع يدك على فمك حتى لا يدخل الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاؤب أحدكم فليضع يده على فمه فإن الشيطان يدخل طيب لما نضع يدنا على الفم عند التثاؤب امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل الشيطان لأنه لو لم يضع يده سيفتح فمه ويعوي عواء وتتغير خلقته وتتشوه صورته فيضحك منه الشيطان طيب ما معنى فإن الشيطان يدخل فيها قولان لأهل العلم إما أنه دخول حقيقي أو دخول معنوي دخول حقيقي يعني يدخل من الفم إلى الجسد أو دخول معنوي بمعنى التمكن من الإنسان قال النووي رحمه الله أمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم لألا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته ودخول فمه وضحكه منه والله أعلم الأدب الثالث يكره رفع الصوت عند التثاؤب يعني بعض الناس إذا تثاؤب يعوي عواء ويصدر أصوات غير طيبة ويفتح فمه بشكل كبير شكل غير طيب تتشوه صورته وتتغير خلقته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان الأدب الرابع إذا تثاؤب في الصلاة فليمسك عن القراءة حتى يتثاؤب لألا يتغير نظم قراءته الأدب الخامس إذا تثاؤب في الصلاة فليضع يده على فمه وهذا مستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع اليد على الفم في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فمه من مكروهات الصلاة تغطية الفم كانوا يتلثمون في الصلاة هذا نهي عنه مكروه لكن يستثنى منه إذا تثاؤب في الصلاة فليضع يده على فمه حتى لا يدخل الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاؤب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فمه فإن الشيطان يدخل قال النووي رحمه الله في كتاب الأذكار وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها يستحب وضع اليد على الفم وإنما يكره للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة إذا لم تكن هناك حاجة كالتثاؤب وشبهه والله أعلم قال ابن حجر في فتح الباري ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم ويستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه إذن يكره للمصلي أن يضع يده على فمه إلا إن تثاؤب فيجوز له أن يضع يده على فمه ولو في الصلاة حتى لا يدخل الشيطان الأدب السادس والأخير هل نقول عند التثاؤب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هل التثاؤب له ذكر كما للعطاس ذكر؟ نعرف أن العطاس يقول الحمد لله نحن ويقول له يرحمك الله ويقول يهديكم الله يصلح بالكم طيب التثاؤب بعض أهل العلم أباح أنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب دليلهم على هذا قالوا لأن الله قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم قالوا والتثاؤب نزغن من الشيطان والشيخ عثمان الخميس حفظه الله أجاز أن الإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب لكن أكثر العلماء على منع الذكر عند التثاؤب منهم الشيخ ابن عثمين وهذا هو الأرجح والأحوط لما أولا لأن استدلالهم بالآية وإما ينزغنك من الشيطان النزغ هو أن الشيطان يحدث العبد بالمعصية أو بالشيء الحرام وليس معناه التثاؤب فلا يدخل التثاؤب فيه ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا وأرشادنا على ما نفعل عند التثاؤب قال أكذمه ورده إذا غلبك ضع يدك على فمك لا تعوي عواء حتى لا يضحك منك الشيطان ولم يذكر لنا ذكرا للتثاؤب كما ذكر ذكرا للعطاس فالأحوط عدم ذكر الله بشيء عند التثاؤب أصلا الله أن ينفع بهذا الكلام قاله من سمع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك